قبل أربعة أعوام أوهم علي زوجته سارة بأنه على استعداد لإعادة علاقتهما إلى مجريها فاصطحبها معه إلى المنزل وأعد لها مفاجأة لمناسبة عيد ميلادها وفي صباح اليوم التالي أهداها سبع عشرة رصاصة واليوم يهديه ابنه حكم المحكمة وبدأي أقول أنه هذا الحكم قعدوه مني ومن أخواتي ومن أخوالي ستة وجدة لعلي الزين وبيستعالوا مسار طويل سلكته قضية سارة الأمين حالها كحال قضايا العنف الأسري التي لا تعد ولا تنسى محكمة الجنايات في جبل لبنان أصدرت حكمها في حق زوج سارة علي الزين بالسجن خمسة وعشرين عاما والأشغال الشاقة إضافة إلى غرامة مالية وصلت إلى مئتي مليون ليرة مئة وخمسون منها لأولاد سارة وخمسون مليون لوالديها وكيل عائلة سارة المحام أشرف الموسوي يصف الحكم بالمنصف اليوم الحكم صدر 16 صفحة الحكم وبباب الوقاعة كان جدا ممتاز وبباب الأنوني جدا ممتاز اليوم نحن جدا مسؤولين برجع بأكد بهذا الحكم يعطينا ألف عافي يثبت القضاء مرة جديدة أنه على قدر الثقة المعهودة به والدته سارة تصلت بالجديد ولم ترضى بأقل من الحكم المؤبد على عكس جرح العائلة ختمة القضية وضحايا أخريات ينتظرن حقهن في ظل غياب محكمة تختص بقضايا كهذه غدي ابو موسى قناة الجديد